ومعلى الرغم من اندفاع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ الأيام الأولى من أجل إلغاء قرارات الحرب التي يستخدمها أو تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2001 في أفغانستان وكذلك قرار الحرب في 2002 في العراق إلا أن واقع الحال اختلف الآن إلى درجة أن جو بايدن عند انسحابه من أفغانستان وظهوره بهذا الشكل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقوله بأن الحرب قد انتهت كانت هناك اعتراضات كثيرة جدا بسبب أن واقع الحال مختلف وإدارة بايدن تتحرك باتجاه مختلف من قضية إلغاء قرارات الحرب على الأقل حتى هذه اللحظة أو حتى الأشهر القادمة لماذا هذه الاعتراضات التي تعرض لها جو بايدن؟ الاعتراضات قادمة بسبب بأن هناك 2500 جندي أمريكي حتى هذه اللحظة في الداخل العراقي بل أن المشات الرابعة الأمريكية دخلت حقيقة إلى العراق وبدأت بالانتشار ب2000 جندي في الداخل العراقي وستبقى لمدة 9 أشهر إضافة إلى ذلك في سوريا أصلا لحد الآن هناك 900 جندي أمريكي وبالحديث عن سوريا قبل يوم فقط من الكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن التي حقيقة ظهر فيها في الجامعية العامة للأمم المتحدة كانت هناك ضربة في الداخل السوري وتحديدا على أحد أهم وأبرز القيادات لتنظيم القاعدة في إدلب تحديدا ضربت بهذا الشكل في الصاروخ وهو الـ AGM-114 Hellfire وهو نفس الصاروخ الذي استخدمه ضد الجنرال قاسم سليماني في مطار بغداد وفي هذه الحادثة الشهيرة وحتى التقطوا صورة لطائرة الـ MQ-9 Reaper التي نفذت هذه العملية وإذا ما أردنا نلقي نظرة على القمر الصناعي ونشوف وين هذا القائد المهم لتنظيم القاعدة أين هو كان موجودا بالضبط هذا الطريق الذي ترونه أمامكم هو متوجه بهذا الاتجاه طبعا إلى حلب ومن هذا الاتجاه طبعا إلى إدلب وطبعا الضربة صارت بهذه النقطة تحديدا والبنتاجون أعلن عن هذه الضربة ونجاح الضربة بالتمام والكمال وإذا ما أردنا نشوف هذه اللقطة من بعيد حتى نشوف وين هو كان إشقد البعد مات عن إدلب فإذا سنلاحظ هنا طبعا الضربة بهذه النقطة صارت وهي تبعد فقط هذه هي مدينة إدلب التي ترونها هنا تبعد فقط عن الضربة عبارة عن كيلومترين ونص فقط لهذا القيادي في تنظيم القاعدة لذلك تنظيم القاعدة موجودين بقياداتهم والمنظمات الإرهابية قريبين من المدن الكبيرة وينتظرون الفرصة لكي يستغلونها ويسيطرون على المدن الرئيسية في هذه المنطقة على المستوى السوري وحتى على المستوى العراقي يعني إذا أخذنا آخر عملية صارت في العراق ضد تنظيمات الإرهابية والتي أعلن عنها التحالف الدولي وتحديدا القوة الجوية البريطانية من التحالف الدولي طبعا الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية سنلاحظ أنه قبل 48 ساعة أعلنوا عن هذا الهجوم اللي هم سووا ضد تنظيم داعش الإرهابي بطلب من الجيش العراقي أنه يدخلون بضربة جوية طبعا القوات الجوية البريطانية وتمت بكل نجاح هذه النقطة هي موجودة في مدينة مهمة جدا موجودة طبعا في كاركوك اللي هي ألتون كوبري وطبعا الضربة صارت في هذه النقطة عبارة عن منطقة مرتفعة دائما تنظيم داعش يبقى في المناطق المرتفعة وطبعا هذه المنطقة تحديدا هي تقع بالقرب هنا هذا نهر الزاب الصغير وهذه النقطة تبعد فقط عن مدينة ألتون كوبري المناطق السكنية اللي موجودة بها اللي تتشوفوها عبارة عن كيلومترين فقط فهم دائما خطرين دائما ينتظرون الفرصة لكي يتواجدوا في هذه المناطق ينتظرون الفرصة أنه يصير شيء يصير تغير وينقضون على المناطق الحيوية وطبعا هذه منطقة حيوية جدا بالنسبة لهم وحتى موقعهم حيوي جدا اللي قصفوه التحالف الدولي يعني إذا ردنا نشوف من بعيد أيضا حتى نعرف هذه النقطة هذه هي ألتون كوبري وهذه هي النقطة التي ضربت تقريبا هذه النقطة هي تبعد عن كاركوك عبارة عن 33 كيلومتر فقط وكذلك تبعد عن مخمور عبارة عن 46 كيلومتر وكذلك هي تبعد فقط لكي تدخل إلى أقليم كردستان عبارة عن 5.7 كيلومتر حتى تدخل فشوف هذه المناطق جدت خطرة بالنسبة لداعش إنه دعنا نسيطر على ألتون كوبري وبعدها ننتقل إلى هذه المناطق فالدوائش موجودين في عدد من المناطق الخطيرة جدا اللي ممكن حقيقة أن يحققون الكثير وطبعا نحن نتحدث هنا عن داعش وعن المنظمات الإرهابية من تنظيم القاعدة وغيرها نحن لن نتحدث حتى هذه اللحظة عن الميليشيات الموالية لإيران وما الذي ممكن أن تحقيقه على هذا الأساس طبعا بالنسبة للقضية التي نتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية هم يدركون تماما هذا الموضوع فالقضية أيضا ليست متعلقة في العراق وفي سوريا بل أنه حتى الانسحاب اللي صار من أفغانستان حتى هذه اللحظة استراتيجية جو بايدن هي عملية دعنا نضرب دائما من قواعد خارجية بالطائرات المسيرة المنظمات الإرهابية داعش خرسان في تصاعد كبير جدا تنظيم القاعدة وقياداتها رجعوا أصلا في أفغانستان والنقطة الأساسية بأن جو بايدن منذ شهر ستة 2021 أبلغ الكونغرس يعني قبل الانسحاب من أفغانستان بأنه أنا رح أسوي عمليات من قواعد خارجية ضد الدول التي يتواجد فيها الإرهاب كان يحضر لهذا السيناريو على هذا الأساس حتى يسوي مثل هذه العمليات من خارج هذه الدول هو يحتاج إلى قرار للحرب وبالتالي هو دا يستخدم الآن الـ AUMF لعام 2001 نفس القرار الذي استخدمه لغزو أفغانستان والمثير أيضا بأن الـ AUMF لعام 2002 اللي على أساس غزو العراق حتى هذه اللحظة هو ثاري ويستطيع أن يستخدم بايدن بسرعة كبيرة جدا هذا القرار اللي على أساسه طبعا كما قلنا بأنه هم غزو العراق بشكل مباشر بسبب هذا القرار وهذا القرار على الرغم أنه صار بتصويت في مجلس النواب الأمريكي وفي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلا أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة في مجلس الشيوخ وحتى هذه اللحظة الكونغرس مأجل هذا الموضوع ومأجل حقيقة حتى موضوع قرار الأيو أم أف 2001 على الرغم من مطالبات بايدن أنه تعالوا خلنلغي هذه القرارات وبالتالي على هذا الأساس قضية التصريحات اللي صر راحة بأنه انتهت الحرب لا يمكن له أن يقول ذلك إلى أن يلغي هذا القرار ويلغي قرار العراق في عام 2002 ولذلك الأيو أم أف 2001 يجب أن ننتبه أنه ممكن لأيو أم أف 2002 ممكن أن يلغيه بسرعة كبيرة جدا وليس هناك مشكلة ولن يؤثر على وضعهم في العراق لأنه الأيو أم أف لعام 2001 يطيهم فرصة كبيرة جدا وإمكانية أن يضربون في العراق يضربون في سوريا أو يضربون في أي دولة يتواجد فيها الإرهاب أو حتى إذا كان يؤوي إرهابيين أو أكو إرهابيين موجودين في هذا البلد يخططون للقيام بعمل إرهابي في بلد آخر الأيو أم أف لعام 2001 يحقق لهم الكثير ولذلك بالنسبة لهم لولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بعد الانسحاب من أفغانستان وصلوا إلى نقطة أن هذا القرار نحن محتاجي ولن نستطيع القيام بالكثير لهذا الموضوع وهذا الذي تحدثت عنه الواشنطن بوست الأمريكية يوم أمس شوف شون اللي قالت لم يقوم مسؤولي إدارة بايدن بالتحرك بصورة حاسمة لإلغاء سلطة الحرب لعام 2001 مما يشير إلى أنهم قد يفضلون الحفاظ على الوضع الراهن الذي يمنحهم حرية التصرف نسبياً في الخارج حرية التصرف حتى هذه اللحظة تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل الانسحابات وهذا الأمر أصلاً من قبل عشرة أيام هما يناقشو الدفنس وان ويسألون سؤال أنه هل الكونغرس سيتحرك من أجل إلغاء قرارات الحرب اللي هي بال2001 وبال2002 هل سيقوم بهذا الأمر في ظل تصاعد الإرهاب في هذه المنطقة الواضح بأن هذا لن يحدث والمثير بأن الانتخابات العراقية على الأقل خلال هذا الشهر باقي الأسبوعين تهي الشهر ومجلس أشيخ لم يصوت حتى هذه اللحظة على هذا الموضوع